أساساً المفاوضات قبل سيطرة القوات الروسية على خيرستون حتماً كانت واضحة جداً المطالب الروسية كثيرة فيه أربع مطالب أساسية لكي توقف روسيا وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية ولكن لا يعني ذلك إطلاقاً انسحاب القوات الروسية لأنها ستقطع مكانها والمطالب باختصار هي التالية أن تعترف فوراً كييف بسيطرة أو حقية روسية بشبه جزير القرم أنها أرض روسية ثانياً أن تعترف بالجمهوريتين الانفصاليتين لوقا نسك ودونستيك وثانياً يبقى لكل حديث حديث تدريجياً إنما بعد هذه السيطرة خيرستون أيضاً مدامة المفاوضات ستجري في ضل العمليات العسكرية ربما غداً ستسقط ماريو بول المرسل الأساسي يعني والتقدم مواضع والنية الروسية التي قرر الروس تغييرها في الأسبوع الثاني هي تجنب دخول المدن قدر الإمكان كي لا تخع بمستنقع حرب العصابات يعني لأنه كما نعلم دخول المتهم من قبل الجيش مهما كانت قوته يقعه بالكثير من الكمائن والخسائر اليوم روسية باختصار بكلمة عين هدفها الأساسي السيطرة على كل إقليم دونباس وسيبقى كبافرتون يعني أو منطقة عزلة للمفاوضة بشأنه هذا محسوم أما دخول العاصمة يعني وقلت مع التصريحات الأمريكية وقعت 30 كم أو 40 كم هذا واضح جداً لا تريد روسيا حالياً الدخول إلى كييف إلا أن بعد أن تستنفذ جميع القوات الأوكرانية وتدمر ما تبقى من بناء تحتية للجيش الأوكراني نعم دكتور تصريحات لافروف هذا الأسبوع أو اليوم أن روسيا ستواصل حربها أو حرب أوكرانيا حتى النهاية برأيك ماذا يقصد بحتى النهاية وأين ستكون هذه النهاية حتى النهاية كما قلت لك حتى تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها بهذه الحرب روسيا لن ستواصل حتى تحقيق أهدافها حتى النهاية النهاية هي ما يلي هذه الطلبات التي ذكرتها لك ثم أن أوكرانيا يجب أن لا تكون إطلاقا مركزا لقواعد غربية عسكرية يعني لا عسكرة لأوكرانيا وهذا هذه والنهاية أنا أرى أنها لا تريد روسيا أن تكون أوكرانيا محايدة كما يقولون تريدها دولة موالية لها لأن أوكرانيا تسكل أهمية كبيرة أكثر من جورجيا حتى بالنسبة للاتحاد الروسي هذا يجب أن يفهمه الغرب أقصد أن موسكو هل ستكتفي بتغيير الحكومة في كييف وتنصيب حكومة موالية لها؟ هذه مرحلة أولى حتما أما على المدى البريد سيكون لموسكو رأي كبير في تكوين الجيش الأوكراني الجديد والعقيدة القتالية له بشكل لا يتحول أبدا بتغيير الحكومات إلى جيش المعادي يعني يريدون تغيير العقيدة القتالية للجيش وسيكون لهم رأي في الكثير من المراكز التي يمكن أن تؤثر مستقبلا على الأمن القومي الروسي دكتور سؤال أخير يعني ولو أصبح بديهية ما المتوقع من مفاوضات اليوم؟ أنا لست متأملا كثيرا بالمفاوضات لأن الوفد الأوكراني لا يحمل كما سمعنا إجابة واضحة للمطالب الروسية إلا إلا كنت لا أعلم وهذا يكون تغيير درماتيكي في الموقف الأوكراني فكيف تكون المفاوضات؟ ونسمع في نفس الوقت تصريحات الرئيس الأوكراني بتجديد القتال ومتطوعين وحس الناس على حمل السلاح وسمعنا أيضا من بريطانيا متطوعين وجهاديين يا عزيزتي تدرك روسيا أن الغرب وليس الأوكرانيا يحاولون استنزاف الجيش الروسي أولا بدخوله إلى المدن هذا في مرحلة أساسية قريبة مستقبلا إذا احتلت ودام احتلال أوكرانيا يريدون تحويلها إلى أفغانستان جديدة كما كانت أيام الجيش السوفيتي حيثوا نهزم هذا الواقع وهذا الاستقرار تدركه روسيا جيدا ولن تقعب به نعم شكرا جزيلا دكتور هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث كنت معنا من بيروت شكرا